فوز جديد للقارة الإفريقية فقد تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني للشعب الإثيوبي الشقيق ولرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام وقال الرئيس عبر صفحتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والسعي لتحقيق الاستقرار والتنمية أتمنى أن تستمر جهودنا البناء الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة وقد جاء حصول أبي أحمد على الجائزة تقديرا لجهوده في تحقيق السلام ومبادرته لحل النزاع الحدودي مع إيرتريا